بس خلينا اتوقف عند حاجتين مهمين في التجربة الاولانية دي استقبال الوسط الادبي والثقافي للرواية دي كان عامل ازاي؟ استقبال الوسط الادبي والثقافي للرواية كان مر ومازال رغم انه انا بعرف ناس كتير قلقان من الوسط الادبي والثقافي لكن هزون ان احنا عندنا مشكلة كبيرة اوي في التعامل وانا دايما بقولها مين يقدر يقول النهاردة فيه كم كاتب وكم كاتبة في مصر وكل واحد بيطلع كتب ايه واحدث كتب ايه بحيث الجأ لهذا المكان فاعصر على دكتور محمد طلع كتاب فلان طلع كتاب واعرف الناس فالناس بتشتغل على دراعة رؤية العيد بدأت معايا بان انا اتعرفت على نشر واخد مني فلوس كثيرة اوي ويقتها بهذا الزمان وخدعني وانا كمحامية ما تخنقش في حياتي القصة الخاصة الخناء للقضايا للشوف واداني شوية كتب واختفى اختفى انا بقى اخدت شوية الكتب دول حطيتهم في ازرف وقعت انا والفريق اللي معايا في المكتب كل صفحة ادب وكل الكتاب وقعت يومين تلاتة منتظرة ان حد يقولي ازايك حتى هذه اللحظة محدش قالي ازايك م sponsored يعني قبلت بالحصة من التجاهل كأنه ما فيش موضوع لغاية مش عارفة حد انا مش عارفة حد انا كتبت وبعدت الرواية وكنت اظن بسذاجة الصغار وحمسهم انه هيبقى في احتفاء استقبال ويقولوا ايه العمل القرف ده مثلا يعني مش لازم يقولوا اي حاجة بغاية ما جات الدكتورة فاطمة موسى كتبت كانوا عاملين عدد تسكاري في اخبار الادب في نهاية عام 96 وواخدين منها سطرين سطرين في هامشك في اخبار الادب قالت رواية العيد لاميرا بهيددين هي رواية العام بس خلاص هي دي الجملة اللي انا خدتها وقلت الله طب ما انا بعرف اكتب علي اكمل وفي حد مهم بس هما بس كده خلاص خلاص توقفت عن الكتابة بقى ورجعت رغم التشجيع دي توقفت بقى لزروفي الخاصة لحل الوجبات والاستعداد لامتحانات والاوتوبيس اللي بيجي الساعة 6 للدور الجزء مهم في حياتي الامومة والزوجية لازم اوازن بين الاشياء وبعض فقلت الحاجة اللي اقدر عليها الكتابة طب هاخد من هنا بقى يعني طريق لشهدتك على الوسط الثقافي من الفترة الاولى دي وحتى الان ملاحظاتك على الوسط الثقافي في مصر ايه على الشخصية الثقافية دي هتحل دمي لا 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 يعني برضو بحنكة المحامية طيب احاول لا هو فيه مشكلة كبيرة في الوسط مبارح مثلا فيه كاتبة من اسوان كتبت بوست حزين كده وقالت كتابي موصلش المعرض ومحدش هي حتى الرواية او كتاب بتاع اسمه لا الحاجة عليها ما حدش سمع صوتي او حاجة نعم فقالت بحدش سمع صوتي لا في حاجة حزينة مين يعرف مين مين يتواصل مع مين مين بيحب مين مين يعرف يتقدم للجوائز مين في القائمة الطويلة ومين في القائمة الخصيرة مين النشر بتاعه بيحتفي بكتبه مين النشر بتاعه ما بيحتفيش بكتبه النقاط بتكتب ليه وازاي يعني اي ناقد بيكتب كيف هيعصر على الكتاب عشان هيكتب انا هوديهوله ولا حزوره ولا حال ولا هو بيشتريه ولا ناشر بيدوله يعني دي قصة معقدة الحقيقة احباطات كثيرة في عالم الرواية خليتني في لحظة قلت يعني هو انا احسن من الفرعنة الفرعنة كتبوا بردياتهم وسبوها ومشوا وبعد سنين او ايا مكان في حد نقبة في الحفريات ده اللي خلاكي بعد كتا تعملي برديات اليسمية لا ده عموما قبل البرديات بس اه يعني دي الفكرة نبتت من هنا اه الفكرة كده انت تكتب بردياتك عندي مدونة على الانترنت كتب عليها على هامش كده هذي بردياتي اتركها للمستقبل في يوم من الايام حد حيقرأ ويقول كان فيه ناس عايشة هنا وقالت وقالت وقالت